السلام عليكم الإخوان أتمنى أن تكونوا بخير إذا بعد ما شفنا في الدرس الأول الحروف والكلمات vocabulary الأيام الشعور الحيوانات الفواكه الميهان العخيري في هذا الفيديو إن شاء الله هذا هو الدرس الثاني بعد آخر يعني هذا هو الدرس رقم اثنان في هذا الدرس سنرى structure of sentence البنية الجملة كيف سنركب الجملة ماهما الضمائر اللي كان في اللغة الإنجليزية ضمائر الإشارة ضمائر الفاعل ضمائر المفعل به إلى آخره وكيف سنعرب كيف سنركب الجملة مفيدة كيف سنعمل ضمائر مستثير كيف سنعود الفاعل وكيف سنعود المفعل به بقوا معنا في هذا الفيديو إن شاء الله ونشاهده كامل إذا كما قلت هذا هو الدرس الثاني إنجليش ويتقلوش learn English easily تعلم لغة الإنجليزية learn English easily يعني بسهولة هذا هو الدرس الثاني اللي نبدو على بركة الله The structure of a sentence in English The structure of a sentence in English The structure of a sentence in English البنية دي الجملة كيف سنعود A sentence in English always starts by a subject or subject pronoun and a verb then object إذا الجملة في اللغة الإنجليزية دائما تبدأ بالفاعل دائما تبدأ بالفاعل أو ضمير الفاعل ثم الفعل ثم المفعل به ويقدر يكون غير الفاعل والفعل ويقدر يكون غير الفاعل في حل أسلوب الأمر مثلا go play يقدر يكون غير واحد الكلمة هي كتكون في محل جملة إذا هذه هي structure لدينا subject plus verb plus object الفاعل والفعل والمفعول به نبيل eats an apple نبيل يأكل سفاحة نبيل eats an apple سامير بلايز فوتبول لماذا نزيد هذا اس؟ حيث لتخوى الثاني بسنجلي كان عمله الثاني بسنجلي إذا أريد أن نقول أنا سأقول I play You play We play They play ماذا تكون he or she or it كان عمله S سامير بلايز فوتبول سيهم درنكس ملك سيهم تشرب الحليب Subject pronouns Subject pronouns هو ضمائر الفاعل اللي pronoun personals ضمائر الفاعل إذا I إذا أريد أن نهضر على رأسي أنا I أقول أنا I I زائد الفعل لا يمكن أن يقول I أدام أو I عالي يخصني ضروري يقول I am هذا I يذهب إلى الفاعل حيث subject يجب أموره الفاعل إذا أقول I sorry subject يتبع الفعل sorry I play I speak subject ذب إذا لدينا I You You He She It We You They I You He She It We You They He Examples باش نعوض الفاعل Samir It's an apple Samir يأكل تفاحة سمير يأكل تفاحة He eats an apple He كتعوض لنا Samir He eats an apple The cat is nice animal القطة حيوان لطيفة يعني باللغة العربية It كتعوض لنا القطة It is a nice animal He is a nice animal See him and a man play tennis See him and a man play tennis قلوا هما كيلعبوا التنس They play tennis They play tennis كنعوضوا they بهدو كنعوضوهم بthey جاود and I want to eat جاود و انا بغينا ناكله جاود و انا بغينا ناكله نحن نريد ان ناكل We want to eat We حافظة goes to school حافظة goes to school و م تتكلمين انجليز كريم and you speak english قلوا you speak english كريمون انجليز قلوا قلوا كاانتم تتكلمون الانجليزي و لانتم تتكلمون الانجليزي you speak english 인جليز وهذا هو verbi 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 هده هو الواب هده هده يالي ايام أنا أعيام ايام exploded ايام و قنانا نشرح ب encouragement هه اämä علي هي اأم فاتم انا قطعة نحن عداء نحن قرار ب germany هم مراء أعود ايام ايام قن glory استبيupa اه او a ov هي فات ما يتصبحوا في اليوم نحن صمتك ماذا سواء نحن صمتك ولو نحن صمتك محطة و عوامة لطولة محطة و عوامة محطة و عوامة محطة و عوامة طويلة كأقول الشكل طويل محطة و عوامة الشكل ديالة مليكان سهلون لنطق مليكان أدرو بالزربة هاده كتسمى short form يعني فورما قصيرة I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are هاده verb to be إذا ساولينا على verb to be verb to be هو هاده I am, are, is, 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 are, are, are هاده هو verb to be أما are you, you, he, she, it, we, you, they هاده كتسمى subject pronouns ضمائر الفاعل يعودوا له الفاعل short form I am, can call I'm sorry I am, sorry, can call I'm sorry you are my friend, you are my friend, you are, you are my friend he is, he is my brother, he is my brother يعني ملك يضرب زر بك يستعملوا هاده ملك يقول he is my brother, he is my brother she is, she is nice girl, she is nice girl, she is nice girl, she is nice girl يعودوا يقول she is, she is, she is my sister, she is my sister it's, it's called here, it's called here يعودوا يقول it is called here, it's, we are, you're, there we use short form of verb to be to make the pronunciation very easy كنستمروا الشكل قصير نفعل الكون كي نجعل النوت قصير جدا object pronouns ضمائر المفعول به إذن مرى الفاعل كيجي الفعل وكيجي المفعول به إذن ضمائر المفعول به ضمائر المفعول به هي التي تأتي بعد الفعل والفاعل وتحلو محل المفعول به يعني بها كنعوضوا المفعول به إذن عندنا هنا يكون معنى المعنى دياله إذن مي شوف كيف رشك تنطق مي ني يعني اللي اللي في حالة عن قوله ساعدني اعطيلي هذه اللي أو لني يو انت هم هو هر هي أت لغير العاقل نحن أس يو انتم ذم هم هنشوفوا التمرين هنشوفوا إن شاء الله الأمثلة على هذا شي نكعنا forgive me حاولوا تحافظوا هاد الجمل إذا حفظتوا هاد الجمل هادك هو الرمح forgive me إذا قلتين please forgive me عافك اسمحلي forgive me سامحني أو لا اغفر لي هي كان استعملوا سامحني كان قولوا يا إما سوري أو لا excuse me هذه forgive me في حال اغفر لي forgive me forgive me يا الله زمع اسمحني يا رب كينا واحد forgive me شي أغنية forgive me بلانجلي سامحني يا رب forgive me يا الله سامحني يا رب I love you ماشي I love you I love you I saw him رأيته had him مهم لك سأشرح لتاحد I know her أعرفها I like it I know you I am with them سامير invites us سامير invites us help me help me I know you I'm with him I called her I called called I called her I did it I love you love you كتستمل المفرد وكتستمل الجمعة I love you أحبك أبل أحبك مونة أحبكم I love you I know them علي plays with us علي plays with us forget me forget me I need you I found him I found him I love her I read it I need you I need you تقدر تقول أحتاجك تقدر تقول أحتاجكم I need you I saw them I saw them عائدهم We use object pronouns to replace the object كنت استمل object pronouns باش نغام بلاسي المفعول به الحال هنا يبتل I hate نبيل أنا أكره I hate him I love I love her عوض I'm in her I speak English I speak it I saw Adam I saw him I called see him I called her I like your picture I like it شيء حاجة تصوير شيء واحد نشر شيء في Facebook في شيء قنات مثلا في Instagram تريد أنا عجبتني يقول I like it تعود على الصورة شيء حاجة لغير العقل يقول I like it إذا كان محمد إبراهيم يقول I like him إذا كانت بنت يقول I like her إذا كانوا بزاق بهم سواء بناز أو لذكر يقول I like them I know I know him I know I know I know her I like it I like it The teacher asked نبيل Adam and me The teacher asked نبيل Adam and me إذا قل The teacher asked us سق سنة No fell called Ibrahim Zuhir and me No fell called us حتى احتم وادخل معهم على ذلك شيء قلنا هنا us يعني I know Samir and Fouad I know them I speak Arabic and English I speak them I am with Ahmed and Adam I am with them ضمائر الملكية هنا possessive adjectives they come before nouns or adjectives تأتي قبل الأسمة أو الصفات إذا عنا Pronouns pronunciation meaning pronunciation نطق دياله meaning المعنى دياله عنا my ديالك I call my your ديالك his دياله her ديالها it's لغير العاقل our ديال your ديال their ديال whom this is my pen this is my pen هذا قلم this is your book هذا kitab this is her car this is her car هذه سيارتها this is its color هذا لونه أولا لغير العاقل Ahmed is our teacher Ahmed is our teacher she is their mother she is their mother his name is adam his name is adam his can his 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 name is Kareem I have one sister her name is Aya I have one dog its name is Tony عندي كلب واحد its name is Tony ضمائر الانعكاسي reflexive pronouns الضم الضمير الانعكاسي هو ضمير يحل محل مفعول به وذلك عندما يكون هذا الأخير هو نفسه الفاعل في هذه الجملة مثلا pronoun pronunciation meaning myself نفس yourself نفس whom example I have bought myself a new car I have bought myself a new car اشتريتوني نفسي الصيارة جديدة did you hurt yourself did you hurt yourself هال آده إي تنفس علي hurts himself علي جرح نفسه لآده نفسه she went shopping to share herself up بت لتسوق لتسعد نفسه the dog hurts itself we do this exercises by ourselves did you hurt yourselves they asked themselves about the mistakes هم سائلوا أنفسهم عن الخطأ take care of yourself من اللي كان نودعوش واحد كان نقوله بسلامة الله فراسك كان نقوله take care of yourself take care of yourself ايه تنبيي نفسك take care of yourself بستسي pronونس ضمائر ملكية بستسي pronونس ضمائر الملكية اها اكين شوش ديالانواع ديالضمائر الملكية في اللغة الانجليزية كين adjective possessive adjectives وكين possessive pronounce هدو بحده معنشوفو عنا pronounce pronunciation meaning mine yours his hers it's ours yours theirs هدو كين هدو 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 ديالي ديالي يعني mine ليس mine ماي 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 ضرور يجب ان نزيد شي حاجة my brother my sister my ضرور يجب ان نزيد شي حاجة ولكن mine لا mine جيه اللخر ديالي من كيجو في اللخر ديال جملة this book is mine عوضنا my book mine باش ننجن وتكرا my name is ali and what is your name name and what is yours this is my book not his book هذا كتب ديالي مشي كتب ديالي هذا كتب ديالي مشي ديالي this is my book not his this is my cat and that is her cat this is my cat and that is hers this is not my food this is dog's food this is not my food this is it's it's your teacher is better than our teacher لستدي leakum حسن من diyanna our notes are better than yours their boxes are these boxes these boxes are theirs ضمائر الإشارة demonstrative pronouns إذا عنا this هذا أو هذه that ذلك أو تلك these هؤلاء those أولئك this تستعمل للمفرد القريب we use this for singular nouns that are near of us this is my car this is my teacher this is my house that تستعمل للمفرد البعيد مفرد we use that for singular nouns that are far that is my new car that is my friend that is my brother that is my dog these we use these for plural nouns that are near of us these are pens these are students yes these these are students these are brothers these are books those تستعمل للمفرد البعيد we use those for plural nouns that are far those are my teachers those are my neighbors those are my books those are my books and in the third video we will be able to do how to express how to express on your friends and we will do the third video these are the most important dialogue hi hello good morning good afternoon how are you I am fine يعني أقول I am fine أقول I am fine هي من الأفضل أفضل I am fine فعوا تقول I am I am fine What about you I am fine too I am fine too What is your name يعود نورمال أفضل 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 What's your name My name is Nabil And you my name is Nabil And you my name is Karim My name is Karim How old are you How old are you I am 17 years old I am I am 17 years old And you And you is a mountain And you and you I am 18 years old I am 18 years old Where are you from Where are you from Where are you from I am from Morocco I am a student And you and you and you and you What about you What about you What about you I am from Algeria I am from Algeria I am from Algeria I live in I live in What is your job What is your job What is your job I am a student And you I am a student And you I am a student too I am a student too Nice to meet you Nice to meet you too Goodbye Goodbye Either you say goodbye Or you can say goodbye By 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 Then Hence By If you have this You can be Minitchens In In By 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 Musk By By . يصبح شيئ يتعرض شيئ مثل الطمبيلين في العماننة يعمل شيئ مثيلم اوgest42 الل探 West هذه الطريقة اللي تتعرضيد و تقول له عندك حيا هيا هيا و انها lithium هيا اهلا هيا اهلا هذه هي هاي يعني to pay attention هلو ماشي هي لو ها 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 هلو 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 هاو 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 نجمعوها ما كان بقوش نطقوها هاو 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 ام فاين وات باوت يو ام فاين وات باوت يو ام فاين تو كتتسيار عليه كتعمل شدة ام فاين ام فاين ام Virtua امподんだ ام ما شون 해 ام نبيل ام كاريم ام سوارة ام سوارة ام واجه ام كندをعتق detect where are you from I am from Morocco and I am living in Tangier I live 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 with men Lyve conversations He is alive He is on live I am living in Tangier I am from Algeria And I am living in Naba I am a student and you I am a student too. Nice to meet you Machines. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good bye. Hola bye. That's it. Thank you. So thank you very much for your watching. شكرا على مشاهدتكم إن شاء الله في الفيديو المقبل. سوف نرى مجموعة من الحوارات وسوف نتقدم في التعلم إن شاء الله. سوف نتعلم WH questions كيف تطرحوا سؤال الأخير يعني صيغة السؤال كيف يكون السؤال الأخير. حاولوا تركزوا على هذول اللي باقي ما شفش الدرس الأول اللي مشيشو في الدرس الأول اللي رحت هو فيه النطق ديال الحروف فيه الفوكابلوري فيما يخص الحيوانات الفواكه الخضار الميهن الأيام شوهو بكشي اللي عم تحسب فوكابلوري كاملين وهما تم في فيديو الأول وهذا الفيديو الثاني كما قلت هضرنا على structure of sentence يعني البنية أو لسيقة ديال الجملة كيف يشتمل الجملة وهضرنا على جميع الضمائر اللي كانوا في اللغة الإنجليزية ضمائر الفاعل المفعل بي ضمائر ملكية ضمائر الإشارة ضمائر ضمائر الإنعكاسية الآخرة. كانت منها تكونوا استفدتوا شويش في هذا الفيديو أضربوا لكم موعدة إن شاء الله في الحلقة المقبلة أولا في الفيديو الثالث إن شاء الله سنطلقوا والسلام عليكم وحمد الله تعالى وبركاته